الكرز من أشهى فواكه الصيف حب الملوك يصلنا عزيزا غالية ثمن إلى بيوتنا فنضع فوقه مكعبات التلج ثم نأكله مستبردين لكن الأمر ليس بهذه الرومانسية عند قطافه فهناك عمال موسميون وعملات من الفقراء من أفقر الفقراء يعملون بأصعب الظروف بأرخص الأسعار على قطفه وتجميعه وفرزه وتغليفه وتحميله في الشاحنات للتصدير في لبنان مثلا ذهبت مجموعة من الشباب اللبنانيين والسوريين البعض منهم قصر كما قيل ذهبوا للعمل في جني الكرز لشخص في منطقة مجدل العاقورة التابع لقضاء جبيل انتشرت صور وفيديوهات لأولئك العمال وقد تم نزع ملابسهم طبعا نحذر مشاهدين من أن هذه المشاهد قد تكون قاسية للبعض في الفيديوهات يتعرض العمال للجلد للتعذيب المبرح الضرب بأسلاك كهربائية يصرخون كانوا بألم راجين التوقف عن تعذيبهم وفي مشاهد أخرى يظهر العمال وفي أفواههم حبات بطاطا في مشهد وصف بالمهين والمذل يقال إن صاحب المزرعة استعان بمجموعة من الشباب لتعذيب المساكين والبعض قال إنه استعان بعناصر من المخابرات في المنطقة لكن ما السبب ليقوم بهذه الفعلة الشنيعة يقال أنه اتهم العمال بسرقة ساعة يد ونظارة شمسية لكن العمال نفوا ذلك وقالوا إن السبب هو مطالبتهم بأجورهم بعد أربعة أيام من العمل لكن صاحب العمل تهرب من الدفع واختلق تلك التهم لهم وقام بتعذيبهم بعد تداول تلك الفيديوهات على السوشيال ميديا أصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا جاء فيه أحد الأشخاص الدعا بأن عددا من العاملين لديه سرقوا مبلغا وقدره مئة مليون ليرة لبنانية وبعد تداول فيديوهات الاعتداء على أولئك العمال فتح تحقيق بالحادث من قبل المغفر المعني وقد أخذت إشارة بإحضار الشخص الذي يعملون لديه للاستماع إلى إفادته بهذا الشأن والتحقيق جار بعض العمال هم من قرية فنيدق بعكار لذا قامت مجموعة من أهاليها بقطع طريق العبدة قرب مخفر الدرك بعد تعرض أبنائهم للضرب والأدية وللمطالب بتوقيف الفاعلين ومحاكمتهم استنكرت بلدية فنيدق ما تعرض له بعض الشباب العكاري من اعتداءات وضرب وسوء معاملة على حد وصفهم بعد اتهامهم بالسرقة بهدف التملص من دفع مستحقاتهم وطلبت الجهات المختصة بمعاقبة من قام بذلك الفيديوهات أثارت غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي أحمد الحريري قبل أحمد الحريري هناك تغريدة كي لا أخلط بين التغريدات لا أحمد الحريري أحمد حريري ما شاهدناه في مجدل العاقورة بحق أبناء عكار والإخوة السوريين أشبه بأفعال داعش نطالب المعليين بالمحاسرة السريعة كي يكون مرتكب هذا الفعل الدنيء عبرة لمن تسوله نفسه الاعتداء على كرامة الناس وتعذيبهم بوحشية ونثمن جهاد أهالي المنطقتين في تهديئة النفوس وقطع دابر الفتنة تغريدة من دلال حاج تقول مش مهم من أي منطقة المهم من سيحاسب وينال العقاب استضعاف الناس الفقراء وأمل حقوقهم وأكل حقوقهم أظن أنها تقصد أكل حقوقهم سمة الجبناء محمد نبيلي يقول لكن توثيق الحالة وتصويرها وبث الفيلم للمجتمع أخي برهان واضح أن هناك نية من وراء هذا الفاسد لخلق فتنة مذهبية مناطقية ولا نعلم ما المقصود منها أسامة الشيخ الفيديو من مجدل العاقورة فكرت للوهل الأولى مشهد من سجن أبو غريب تبع الأمريكان بالعراق حتى لو افترضنا أن نسارق مصاري هذا ما بيعطي الحق بإزلالهم هذا الشخص لو ما كان مدعوم والخس برأسه كبير ما كان استرجى يعمل هذا ساندي لديها ساندي الحيك تقول ثقافة الإفلات من العقاب هي السبب الأول بتزايد العم غياب المحاسبة بخلي مما كان يعتدي على مما كان نعم لمحاسبة من انتهك حرمة العمال المزارعين في العاورة مفتي عكار مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا صرح للإعلام المحلي هذا ما صرح به لقد صدمنا بمشهد إذلال العمال على يد جلادهم فاستغل عملهم واتهامهم وحاكمهم ثم شاهر بهم عبر نشر فيديوهات مسيئة ومرفوضة أعادت إلى الأذهان المشاهد البوليسية التي كنا نراها على يد الأنظمة القمعية أطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بتوقيف الجنات والمتورطين ورفع الغطاء عنهم وزارة الداخلية اللبنانية قالت في بيان إن وزير الداخلية بسام مولوي يتابع قضية الاعتداء على العمال وأنه طلب استنفار كل أجهزة المعنية لتوقيف المعتدين اتهم البعض أحد أعضاء حزب القوات اللبنانية بالوقوف وراء الاعتداء لكن الحزب نفى أي علاقة له بتلك الحادثة جملة وتفصيلا وأنه صدف أن ذلك الشخص من المنتسبين للحزب وأن تصرفه مستهجا مستنكر وطلب قوى الأمنية والقضائية باستكمال التحقيقات حتى النهاية لكن حتى الآن لم يتم القبض على المعتدين حسب وسائل إعلام لبنانية شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا